انهيار مفاجئ للمدينة الضوئية في البصرة بعد أشهر على افتتاحها وتساؤلات عن مصير المليارات التي أنفقت عليها لم يصعف الوقت معظم البصريين لزيارة المدينة الضوئية التي لم تدم سوى بضعة أشهر حتى تحولت إلى حطامة وسط انتقادات شعبيتنا لهدر المليارات على المشاريع التي وصفوها بالدعائية اليوم كل لاحظ مقطع فيديو أحد الناشطين صورها على مدينة الضوئية التي هي هوا عاصفة طيارها تشققت وتمزقت وصارت عبارة عن نفايات أما ذات ريد المشاريع الحقيقية على البصرة على الواقع لا توجد نقول مليار مليارين صرفتوا عليها تقدم كم عائلة بصرية تقدم كم منطقة تصرفها تهدر بالمال العام لا يوجد متابعة لهيش مشاريع نشوف المشاريع دائما على الكومشنات والمعارف والعلاقات والأعزاب أبسط المشاريع الموجودة بالبصرة لأحد لا يشوف أي متابعة إليه من دور النواب أو دور المسؤولين ناشطون حملوا الحكومة مسؤولية سوء التخطيط وصرف أموال طائلة في غير محلها فيما دعوا إلى محاسبة المتسببين بهدر المال العام طبعا المدينة الضوية التي افتتحت بأيام بطولة خليجي 25 هذا هدر وفساد بالمال العام هذا ممكن تبني بها أكثر من 10 مدارس إذا قيمتها 10 مليار عندنا أقضية من النواحي التي ظاهرها قبل فترة والأمراض السلطانية منتشرة لها مستشفيات أقرب مستشفعتهم بمركز المدينة يعني يوصل أكثر من 100 كيلومتر فهذا هدر بالمال العام ويجب أن يحاسب حكومة البصرة محافظة البصرة من خلال مجلس المحافظة وهذا إذا مهدر هو فشل ويرى مواطنون إن الأولوية في صرف الأموال يجب أن يكون لمشاريع تلامس حياة المواطنين كمعالجة التلوث وتحلية المياه وسد النقص في الأبنية المدرسية إضافة إلى توفير الأدوية في المؤسسات الصحية أثر لعبا ديوان نيوز البصرة